اما رجعتوا بعد الكورونا وانتوا في المركز الثالث وحلموا وتقل كبير ان راجعين وعايزين نفنش في كده اقول حكا كان علينا ضاقت كبير جدا لسبب ان احنا كنا اكتر نادي عايزين الدوري يرجع وبنضغط في كده الناس كلها كانوا بتهجمنا احنا يعني مش عارف ليه يعني احنا حابين نلعب عشان احنا الحمد لله كنا تاني الدوري صح يعني رجعنا بعد كوروناها تاني الدوري واللعيبة كلها عندها انا عايز اقولك ان كل قندية الدوري كانت قاعدة في البيت احنا كل يوم كابتن عماد كان بيقعد بيجيب الفيديو بياخد غياب وخاصه كل يوم يعني لمدة ثلاث شهور كل واحد في بيته بيتاخد الغياب وبمين بيحضر واللي بتستأذن لو فيه وراك حاجة بتغيب عن التمرين يعني كاننا بنتمرن خالص وكابتن عبد الرحمن عيسى تعب معنا كفير بتعدي ازعل لو المربع راح منكو انا كنت بالنسبة لي صدمة اكتر ان انا خسرت الدوري في الزمالك مثلا يا اه اه التعب مش طبيعي يعني التعب في الزمالك غير التعب في قندية تانية يعني في الزمالك انت عارف ممكن بتلعب في فريق كبير فبتكسب كتير عادي خالص لكن المقولين يما بعمل معي انجاز كده فانا من النفس رابط في الاخر على نقطة اه طبعا احنا كنا هننتحر كلنا اللعيبة اه الله بجاد فتخيل انت حلم سنتين انا اقولك فهي سنتين مش سنة واحد هو حلمنا كله احنا نروح نرجع بالمقولين افريك عشان كده برضو ربنا ما ضاعش تعادنا يعني الحمد لله جابهالنا كمان احنا احنا خسرنا من الامبي واسموحة عادل مع المقصة واحنا جاتلنا واحنا قاعدين خلصلكم بذري بالظبط فالموضوع بالنسبة لنا يعني كان حاجة كبيرة عايزين نحققها يعني والحمد لله ربنا لدانا تستهلوا بصراحة